بعد توترات التي شهدتها الملاحة البحرية بين لندن وواشنطن وطهران تعمل الولايات المتحدة على عولمت منطقة خليج عمان ومضيق هرمز بعد تصنيفها منطقة خطيرة من قبل النقابة البحرية الدولية ويعتقد مراقبون أن النظام الإيراني انتهج سلوكا تصعيديا في مضيق هرمز بعد تكرار عمليات القرصنة ما فتح المجال أمام خصومه لإعلان مضيق هرمز منطقة دولية وإزاحة السيطرة الإيرانية أعتقد كل خصوم إيران يتمنون أن تتمادى إيران في قرصنة السفن في الخليج لأنها ستتحول من دولة إلى عصابة من دولة مسؤولة شريكة في منطقة الخليج إلى قاطع طريق وبالتالي هذا سيبرر أمام الخليجيين الآخرين والعرب والمجتمع الدولي إعلان منطقة مضيق هرمز منطقة دولية وإزاحة إيران عنها باعتبارها جهة خرقت قواعد الملاحة وقواعد الأمن في هذه المنطقة الحساسة آخرون قالوا أن إيران تحاول ممحكة القوى الدولية في مناطق سيطرتها إيران تعمل على مبدأ عض الأصابع تعتبر أن القوى الدولية الأوروبية والأمريكية فيما لو حاسبتها في أي ملف يتعلق بمخالفتها للقوانين الدولي وبذات في مسالة إرسال النفط إلى القوى التي عليها عقوبات بالنظام السوري والنظام الفنزويلي فإنها تستطيع أن تجبر أو تستطيع أن تماحك هذه القوى الدولية في المناطق التي تولك فيها نوعا ما من السطوى العسكري وبالذات في منطقة الخليج وتبدل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا حثيثة ومكثفة لتشكيل تحالف دولي لحماية حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمزة إلا أنها تواجه صعوبات كبيرة في تكوين هذا التحالف نظرا لعدم رغبة كثير من حلفائها وأصدقائها الدخول في دائرة صراعها مع إيران